في عمان بين هذه الفلالي والبيوت الفارهة تعيش أم علي وأبناؤها الستة بين ألواح الصفيح المهترئة والشوادر الممزقة طفولة كسرت معاناة الحياة والفقر براءتها وراحت تلعب بأيديها باحثة عن الدفء بغياب المسكن أول حق من حقوق الإنسان إن كان في هذا المأوى شيء يدعى المطبخ فهذا مطبخ أم علي وإن كان للبيوت أثاث فهذا أثاث أم علي هذه المأساة الإنسانية ترويها الأم وأبناؤها جوزي هارب صاله سبع سنين ونص وبتمنى من الله من الحكومة من رب العالمين أول شيء من الله ومن الحكومة من الناس الطيبين والخير بتمنى أنهم يقدموا لأبلادي بيت يعيشوا به لأن أبلادي كله مارضين رامتيزا وأم عدسك ولواز وربو وكل شيء مارضين ببلادي نسألهم مثل 100 دينار وبلهم خردي وطعم أخواني وطعمي وسكيهم يقف هؤلاء الأطفال أمام نافذة الأمل حالمين ببيت يجمع عائلتهم بدفء كأي عائلة أخرى فبرد الشتاء القارص بغياب اللباس المناسب لا يرحم ابتسامات أطفال لا يعون ما يدور حولهم هذه الحالة حالة من ضمن قرابة 46 ألف عائلة تعيش في خيمة أو بيت شعر أو كرفان أو براكية بحسب آخر بيانة دائرة الإحصاءات العامة لعام 2015 حالة إنسانية صارخة بانتظار المساعدة من أي جهة مسؤولة أو يد خيرة كارثة إنسانية حقيقية بحاجة ماسة للإنقاذ سريعا معاذ الحنيطي المملكة عمان